قصف منازل زرع ألغام وصواريخ بحرية مهربة المتهم ميليشيا الحوثي والضحايا سكان سواحل الحديدة السواحل التي لم تعد الطرق فيها آمنة حيث تنتشر الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مداخل ومخارج مدن وقرى بيت الفقيه والحوك وأغلب مناطق الساحل الغربي وهو ما أدى إلى حصد أرواح العديد من الأطفال ففي منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه انفجر لغب أرضي زرعته ميليشيا الحوثي وأدى وفق المركز الإعلامي لألوية العمالقة إلى إصابة أربعة أطفال بينهم ثلاثة في أسرة واحدة لا تكتفي ميليشيا الحوثي بجريمة زرع الألغام في المناطق السكنية بل تقوم بقصف منازل المواطنين حي منظر في مديرية الحوك تم قصفه بمدافع الهون وبحسب لواء العمالقة فإن القصف تسبب بتدمر المنازل والمزارع واحتراق بعضها تستخدم ميليشيا الحوثي مدافع الهون والصواريخ في عمليات القصفة وقد حصلت قوات العمالقة على العديد من الصواريخ البحرية حيث تم العثور على بعضها بين أشجار المزارع القريبة من كيلو عشرة وهي عبارة عن صواريخ بحرية روسية الصنع وفق المركز الإعلامي للعمالقة الذي أكد العثور على صواريخ بحرية في مزارع الدريهمي قبل حوالي أربعة أشهر قالت منظمة أكسفام إن الحرب الدائرة في اليمن تحصد مدنيا واحدا كل ثلاث ساعات وضفت المنظمة في بيان لها أنه وفقا للإحصاءات التابعة للأم المتحدة فقد قتل خمسمائة وخمسة وسبعون مدنيا بينهم مئة وستة وثلاثون طفلا في الفترة الممتدة بين أغسطس وأكتوبر من العام الجاري وناشدت أكسفام بريطانيا والولايات المتحدة وحكومات أخرى تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب عدم اكتراثها بأرواح المدنيين في اليمن ترجمة نانسي قنقر